معاكم خطرة الله يخليك أخبر الفايومي على حسن تمام زي الفل الفايومي هي هي بتسلم عليه كلنا لسه وصل من هناك لسه جايب من الفايوم يا دكتور معنا نهاردة الدكتور عادل عبد العالم هيقول لنا فوايد الأكل الأكلات الجميلة اللي معنا النهاردة معنا تلات أكلات تلات وصفات من أروع تلات وصفات بحض عليهم الدكتور عادل إن احنا نهتم بيهم ونستخدمهم دائماً في حياتنا النهاردة الحلقة جديدة النهاردة الحلقة متنوعة النهاردة الحلقة مميزة النهاردة عايزكم تتابعوني وتركزوا مع ساعة شهية والشيف رائد والدكتور عادل عبد العالم النهاردة يا دكتور انت وصيتني نعمل تلات حاجات من أهم تلات حاجات حضرتك بتحبها جداً احنا عاوزين نغير شكل المطبخ العادي كل القناة اللي أتكلم في طبخ العادي احنا النهاردة بنعمل في قناة صح وجمال لانه قناة صح وجمال بنعمل غزاء صحي تمام وبعدين غزاء مناسب لكل موسم من موسم السنة يعني تاكل امتى وفين ربنا سبحانه تعالى لما خلق لنا الموالح البرتقان واللمون والمستفان دي والربسورة في الشتاء مش كده والبطيخ والقرع والكوسة والبطيخ والشمام والحاجات دي في الصيف عشان دي فيها مياه كتير وبنعرق وبنعتش والتانية عشان محتاجين فيتامين سي ومحتاجين طاقة ومحتاجين نرفع كفاءة جهاز المناع فسبحان الله في كل موسم الموسم ربنا مسخر لنا نباتات معينة تفيدك في الموسم دا يعني حضرتك يا دكتور بتنصح بتناول الأكل الموسمي الخضروات الموسمية الفواكه الموسمية ما نروحش بقى نبحث عن الحاجات المفقودة اللي هي قاعدة متخزينها في تلاجاته ونجيبها تمام أولا بتعود علينا الفوائد أولا إن دي ربنا خلقها في الوقت دا بزر فهي فايدتها في الوقت دا بزر طرامة جمدت طبعا قيمتها الغذائية بتقلوا بتقابلنا فيها مشاكل كتيرة ثانيا وده الأهم اللي الناس بتدور علي إن بتكون غالية مش موجودة بتبقى غالية دي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى صحيح حلو يلا نخش كده في وصفاتنا النهاردة يا دكتور حضرتك عندنا كوكتيل اسمه كوكتيل الطاقة أيوة يتكون من إيه كوكتيل الطاقة دي يا دكتور انت بديت بكوكتيل الطاقة عشان الناس تنتبه كده معنا ويبقى عندهم طاقة هو كوكتيل الطاقة ده في الحقيقة واحد من أروع الحاجات اللي ممكن أي أم عاوزت ابناها مثلا يبقى متفوق في المدرسة عاوزها يجيب درجات كويسة عاوز ابنها بيلعب سباحة بيلعب كورة قدم بيلعب سلة بيلعب طايرة الكوكتيل الطاقة ده واحد من المشروبات السرية اللي احنا استخدمناها مع لعائبة الكورة واستخدمناها مع بعض الفرق وطلعنا بيها بمستوات عالية جدا جدا كوكتيل الطاقة ده ينفع للرياضيين للعيبة وينفع للأطفال في مراحل النمو وينفع للناس وهي بتذاكر لانه خلال 20 دقيقة بيوصل للمخ يعني كوكتيل الطاقة تركبته دي لو الشيف رأي العملها النهاردة صح هيجربها هيلاقي زهنه حاضر 100% لانها بتغذي المخ بشكل اساسي النقطة التانية حاطين في كوكتيل الطاقة النهاردة حاجات كل حاجة ليه هدف يعني هلاقي في كوكتيل الطاقة حاطين بعض الفواكه والخضروات اللي لونها أحمر أو الفواكه الحمرة وحاطين سر من الأسرار عصير الطمر عصير الطمر وده قولنا ده بيكون بنسبته 70% تقريبا مش عارف هينزل المقادير هتنسلو هدير بعدك يا دكتور يعني انت ذلك الكوكتيل الطاقة نزبك طبعا انا وانا وانا بعمل او بجهد كوكتيل الطاقة انت تشرح لنا واحدة واحدة تمام انت جيبت ايه طيب اعشان احنا طبعا عندنا اول حاجة يا دكتور انا وسطك تجيب حبيت حاجاتي اه تمام. اولا عندنا مغلي الزنجبيل الفرش البارد. بغليه وبرده. ده اول حاجة في ايه? في كوكتيل الطاقة. بدل ما نحط مياه نحط مغلي الزنجبيل البارد. مغلي الزنجبيل البارد. ايوا. طبعا على الفراولة حاطينه على فراولة اهو. الله عليك. اه مزل كله حتى الاجزاء دي تتضرب معاه يبقى كويس. تمام. ده جنزبيل مبشور يا دكتور وغلناه واستنانا لما برد. وبدأنا بيه اهوت. ويسخون فيها كأسا كانت مزاجوها زنجبيلة. زنجبيلة. ده في الجنة بقى. ده شراب اهل الجنة. ازاي بقى تخلي الجنة على الارض بقى. ده واحد من مشهورات اللي. معنا كده عندنا الجنزبيل. عندنا الفراولة. وعندنا البانجر بقى الساحر الرائع العجيب ده. ده الساحر الرائع العجيب. تمام. وعشان الناس ما بتحبش طعم وحطينا الفراولة علشان يدي له طعم جميل. تمام. وممكن العنب الاحمر يا دكتور. طبعا طبعا طبعا. زا ما كانش موجود العنب نحط زبيب. زبيب معنا الزبيب. وهدي الجزر. وهدي الجزر. حلو جدا. تمام. وهدي معنا يا دكتور الزبيب. ايوا. اهو. اهو. اهدي كوكتيل الطاقة. الله الله عليك. وعندنا عصير الطمر. عصير الطمر. اهو. عصير الطمر ده هو السر الاساسي. في كوكتيل الطاقة. اللي رايح جم اللي عاوز يتضرب. اللي عاوز يفزر مجهود. وعاوز عضلاته. تبقى قوية جدا. لان الطمر احنا بنسميه منجم معادن. الطمر واحد. اه السيدة عائشة رضو الله عليها تقول. بيت لا طمر فيه. جياع اهله. يعني البيت اللي فيش فيه طمر. اهله جعانين. تمام. والنهاردة هنشوف. يا سلام بقى لو ضيفنا يا دكتور عسل طبيعي ابيض. الله عليك. مع غزاء ملكات. ده عسل مع غزاء ملكات النحر. تمام. ايوا. ويتضرب كله يا دكتور كده في الخلاط. حلو جدا. الشيف ابراهيم يضرب هنا كده في الخلاط. اهو. تمام. طبعا نقدر نسيطر. طيب. على لزوجة السائل. نخليه سائل اوي. تمام. او نخليه ممكن اتقل بالمعلاقة. افط. روح وتعالى نسوhong. ام محمد اهلا وسهلا بحضرتك. ام محمد اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بك. اتصدالي مع حضرتك. اهلا وسهلا والله الله يتس�усكم على العمالين. الحمدلله رب العالمين رباني بركة حضرتك. البكتور عادل. الدكتور عادل مع حضرتك. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك. يا العمر ده كله اكله اول مرة كلم شيئتاك. هااا. العملك من كم سنة يعني. عندي سنة مشة في اربعة وخمسين سنة هو. لا يعني يعني حكيت كنت بتشوفيني وانت عندك سبع سنين بقى. اه من ونة زغيرة بشوفت. ايوه. زمان من اول قبل منزل تبستي والتلام ده والكنوات الخارجية زي. ما انا قديم صح. ايام تليزون. زمان كنت بشوفت القناة تنتر. ايوه. صح صح. اهلا بيك. معلش يا دكتور انا عند الكوليسترول بايما عالي وباكلش دهون. ايوه. يا ربت انصحني بحاجة اصرفها او اي حاجة اكلها بس متخلش عندي الكوليسترول عالي باستكلة وبقدر ان انا باخد علاج. حاضر. انا باكلش اي دهون والله. طب ما هي مش دهونها اللي بتعمل الكوليسترول على فكرة. اول حاجة بتسبب الكوليسترول. الاسترس. الناس اللي متعصبين اللي بيخافوا اللي بتدايقين. انا انا عطبيق انا عطبيق. اه لا. لازم اول عامل بيرفع الكوليسترول. قبل الدهون والحاجات دي كلها. الضغط النفسي. الناس اللي هي على طول بتخاف ومسوسة وكل حاجة عندها يعني عاوزها تبقى على الميلي. عشان كده عاوزين دايما الناس تبقى قلوبها مطمئنة بذكر الله دايما على طول نسبح ونحمد ونهلل ونحوكل. يعني دايما استمتاع بذكر الله. عشان ما تشغليش بالك بالحاجات اللي بتدايقك. النقطة الثانية متعوديش تفرج على نشرة الاخبار والحاجات اللي بتدايق دي. حاجات اللي بتتعب الناس. الاسترس هو ايوة الاسترس هو اول حاجة ترفع الكوليسترول. يعني فيه جامعة امريكية عمل البحث على ناس متقدمين لوظيفة براتب محترم. فقاست ليموا الكوليسترول في فترة الانتظار لديته ارتفع ارتفاع كبير جدا جدا جدا. وبعد ما دخلوا الامتحان ونجحوا. اصل الكوليسترول لديته نزل جدا جدا. فالاسترس هو العامل الاساسي او الضغط النفسي. او الناس اللي هي على طول تبقى متعصبة. ده اول حاجة. نمرة اثنين. تناول المخبوزات بالكترة. يعني الناس عمالة تاكل العيش. يضرب له خمس ستة ترغفة في اليوم اربعة ترغفة. العيش لوحده بيرفع الكوليسترول اكتر من الدهون بكتير. العيش. الناس اللي. لان احنا شعب بيغمس كل حاجة عندنا بنغمس. فا استخدامنا المفرط للمخبوزات واحد من الحاجات اللي بترفع الكوليسترول. الاكل المسبك طبعا من الحاجات اللي بترفع الكوليسترول. احنا طلبين منك بمنطقة البساطة. هنبدأ نعمل مشروب بسيط ناخده قبل الفتار والغدا والعشاء. ياريتكم تعرف وزنك كام كيلو. وزنها كام كيلو. معانا محمد لسه. طيب فصلت ام محمد وناخد التسلطن يا دكتور. ناشا ناخد ام احمد اهلا وسهلا بحضرتك. سلام عليكم يا دكتور. عليكم سراحة وعكات. فضلي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا لو سمحت انا عندي سؤال بس. اهلا تفضلي. الله يخليك. انا عندي والدتي عندها خمسة وسبعين سنة. ربنا يديها الصحة وتطل العمر. وبتشرب المية على طول بتروح الحمام على طول وعندها سكر كاز. ايه. تمام. عندها امساك ولا ما عندهاش? اهلا انا بقى. انا بقى. نعم. عندها امساك ولا لا? لا لا. لا. هاي. تمام. فضلي. لا يا دكتور لا. ايه المطلوب بقى? المطلوب تعمل ايه? علشان المية اللي بتشرب. نعم? ايه عندها سكر كازي مش كده? ايوة. 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 السؤال التاني. ايوة. السؤال التاني. عند حضرتك سؤال ميت كيلو. طول كم? طول كم? طولي والله ما عرف يطلع مية وسبعين حاجة زي كده. طيب كويس. هنديك وصفة للتخصيص سريعة ها. وهنعملك ان شاء الله بحلقة قادمة برنامج اكل. تاكل لحد ما تشبعي. تاكل خمس واجبات في اليوم. وتخسي. ماشا شفرائد? ماشا مع حضرتك يا دكتور. اه. في حضرتك ايه سؤال تاني? ام محمد تاني يا دكتور بعد ازبك. طب طب. اتفضل يا امو محمد. اسلام عليكم. عليك السلام ورحب الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور العادي. الدكتور منوّرنا هو اتماع حضرتك. ممكن تكلميني وتكلمي الشيفرائد عادي جدا يعني. اهلا بك. اهلا بك. اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة وبركاته. لو سمحت دكتور عندي رجلي في عين السمكة عين السمكة طبعا انا مش عايز اعمل عملية ولا حاجة ايه العلاجي الطبيعي اللي انا ممكن اعمله لها يا عين حاضر بسيطة جدا حاجة تاني اما يخليك تسلم 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 اليومين دول في كوسة عارفة الكوسة كوسة بناخد النوارة بتاعت الكوسة دي بنحط عليها شوية خل نعجنها نطحنها ونعجنها نفطف شوية خل ونحطها على عين السمكة ونلزع عليها زي البلاستر كده وبنسيبها كل يوم مش اقل من اتناشر ساعة اربع خمسة ايام هتلاقي عين السمكة دي بتاعت تفك هنروح بالراحة خالص كده شايلنها من تحت وبعدين نروح دهنين مكان الخرمة بتاعها او الجدر بتاعها لما هنلاقي يطلع كده هنبدأ نروح دهنين مكانه بفزلين وعسل لمدة خمسة ايام بعد ما نخفه وبنكحاتها كده ونحلقها في مكان زي مكان الحلقة بيصنفر المكان كده نصنفره ننقع الرجلين الاول قبل ما نحطها في مية وملح ومية سخنة وملح وبعدين نصنفره كويس لو عندك حجر او حاجة بننظف بيها الرجلين وبعدين روح هتلين الوصفة دي تلات يام ان شاء الله تلاقي الموضوع ده رحمه اذن الله معنا اتصلات تاني انت دخلت في السلق دكتور بقى ايه هنكمل بقى عندك تعليق على كوكتيل الطاقة نبرى كوكتيل الطاقة هو تنشتغل فيه ادرب بقى براحتك ده كوكتيل الطاقة هدخل حضرتك سواء بعد ما نبرى شايف حضرتك مركز في كوكتيل الطاقة يا دكتور على كل حاجة حمرة ايوه ايه العلاقة بالاحمر وايه العلاقة يعني عيد اه فايدة الفواكه الحمرة انت حضرتك كنت قولت قبل كده ان اه لون الفاكهة او لون الخضار ايوه بيدي فوايد لحاجات معينة في الجسد يعني مثلا اللون الاحمر بيدي مثلا للدم او حاجة زي كده انت مذاكر بقى طبعا احنا بنقول مقولة من زمان من 30 سنة بنقول لون الاكل وطعم وريحته يدي الانسان لونه وطعمه وريحته لما حد يشرب حلبة يلا ريحة نفسه وعرقه حلبة حد يأكل طوم ولا بسترمة يلا ريحة نفسه وعرق طوم وبسترمة اه الحاجات الحمرة كلها من الحاجات اللي بترفع نسبة الهموجلوبين بشكل كبير جدا يعني معمول على البانجر ده دراسات كبيرة او بيسموه في الامارات شلغم وبيسموه شاماندر في بلاد الشام البانجر ده واحد من الحاجات الساحرة الرائعة العجيبة اللي بتقضي على الانيميا وفقر الدم مشاكل الدم بشكل عام اه الطمر زي ما قلنا هو ده ملك ملوك اغزية الطاقة لان خلال عشرين دقيقة بيوصل للمخ فورا فاللي عنده صداع وعنده دوخة واللي عنده انيميا واللي عنده فقر دم لو شرب كوكتيل الطاقة ده بيدي طاقة زهنية اولو طاقة زهنية الجامدة جدا وبعد كده بيدي طاقة بدنية يخلي الشخص قادر على انه يتمرن بشكل كواس قوي واحنا بننصح به الاطفال وبننصح به لعبة الكرة والناس اللي بتتدرب في الجيم كوكتيل الطاقة ده يعني واحد من الحاجات اللي جربناها من ثلاثين سنة لحد الوقتي وديت نتائج هيلة جدا 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 في رفع مستويات الزكاء ورفع مستويات العضلات كمان ندخل على ايه تاني بقى شكرا ندخل كده يا دكتور حضرتك طالب وصفة ايوة انا شايف ان هي لما انا اشتغلتها قوتني قبل ما كلها ايه اديتني قوة اه قبل ما كلها انت وشك احمره اه مجرد ان انا جاهزتها رغم انك انت واقف بيدعى الفرن يعني وجبت مقادرة وجاهزتها ايه اديتني قوة عندنا القلقات ايه طيب اخد عبد الناصر ونرجع للقلقات عبد الناصر اهلا وسهلا بحضرتك السلام عليكم يا فندي عليكم الساحة لبركاته ما كلها عبدك كالي ودكتور عدل عبد العالم الدكتور عدل عبد العالم حضرتك لايش يا فندي اهلا وسهلا والله يا دكتور انا كنت عدل سعلك سواء بعيد على الحلقة بس معليش يعني اتفضل المهمة الليش عاصفروس ها والله يا فندي من عندي مشكلة مع رقاني بقى لك كم عصر السنين عندي فرص الرأس فيها طبقة دينية فبتسد عندي الصقوق للشعر والكلمباء من عصر السنين باخد اعلاجه كتير وبرده بجيب بسيطة هنقولك على وصفة بسيطة جدا تعملها دلوقتي هتلاقي من تاني يوم على طول الفروة الرأس الدهنية دي اللي دهون بتاية طروح ماشي معك وراء وقلم معك وراء وقلم اكتب اول وسيلة استخدموها الناس في اسكندرية عندنا لتخلص من فروة الرأس الدهنية واللي بتعمل قشرة في فروة الرأس الوصفة دي انا تعلمتها من صحابي في اسكندرية كانوا بيجيوا مية البحر ويغلوها وسبوها لما تدفى تبقى هادية كده ولطيفة يروحوا غسلين بها رسم ويسبوها على رسم لربع ساعة تلت ساعة بعدين يشتفوها بمية من غير صبون ودي كان بتدي نتيجة ممتازة جدا الوصفة التانية دي الناس في الخليج بيعملوها وفي الهند بيعملوها بيجيبوا كوباية مية بعد ما ياخد الدش بتاعه يحط على كوباية المية دي معلقتين خل وينظف بيها فروة راسه وينظف بيها فروة راسه ودي بتشيل كل الدهون اللي فروة الراسه لان الخل ليه تأثير قابض لمسام فروة الراسه وبالتالي بيمنع الدهون انها تتكون تحت الشعر وبالتالي بتعمل اشرة يعني دول وصفتين الوصفة التالتة دي وصفة مغربية كانوا بيجيبوا المقدونس وبيحطوا عليه شوية خل ومعلاقة سيبرتو وبعد ما يغلوه يعني وياخدوا الغسول ده يشتفوا بي راسهم بعد ما بيستحموا ويسيبوا عشر خمساشر ديئة كده وبعدين يشتفوا راسهم والحكاية دي مفروض بيعملوها مرتين في الاسبوع وبتدي نتائج هيلة جدا 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 ماشي؟ تمام نشوف بقى شيف رائد بيعمل ايه؟ الوصفة يا دكتور اللي انا بقول لحضرتك هي قوتني من قبل ما اشتغل فيها ما اقول بقى؟ تمام؟ القلقاس ناخدها كده واحدة واحدة هو قلقاس بلحم الماعز او لحم الضون النهاردة جايبين لحم الماعز حلو لحم الماعز طب ليه لحم الماعز بقى؟ اه ما انا بقول لك اهو حضرتك؟ هنا ده بقى ده الحتة الرائعة طيب ده اخد زين الدين وبعد كده انجابه دكتور ماشي أستاذ زين الدين اتفضل اهلا سلام بحضرتك 할وم السلام عليكم عليكم السلام في الحضل وبركاته الدكتور عدل دكتور عدل موجود اتفضل السلام عليكم مركم السلام عليكم أسوان أهلا وسهلا بأهلا أسوان اتفضل هل يمكن الدكتور عادل وسهلا؟ الدكتور عادل مع حضرتك أليك أسوان عادل أهلا وسهلا سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله أنا من أسوان دكتور أنا سعيد طبعا للإرسال بتاعنا وصل لحد أسوان بإسلام يا دكتور يا أسهل لدك أهلا وسهلا بك عمر نعم نعم حاجة للأعصاب دمور أعصاب دمور أعصاب دمور أعصاب أيها؟ بقى لو أدي دمور الأعصاب مولود بيه ولا؟ جالك بعد بعد خمس سنين مولود بيه اتولد بيه يا دكتور طيب طيب طبعا إيه العلاجات اللي أنت خدتها؟ لي بغتاة آه عند 60ين لبان بدرة وعندي عمونا نحن غير بدرة كده وفستكورتين بش عمستكورتين آي وعندي عندي عندي بتعمل علاج صبيعي ولا لأ؟ لا عملت كثير من ما يعملتك بيض في حد بيعمل لك تجليك يومي ولا فيش لا ما فيش بس انا طبعا انا مقعد دلوقتي ادخل قدمها ده اللي اني نايم عزيزين مقدرش احد الناسي بخص لما بيض اصلي اسم ولي اسم لك كده ايو طب في فيتامينات وحي في فيتامينات بتاخدها ولا لا لا دلوقتي لا حلي خلاص بطل عمرك كم سنة انا عملي سبع وربعين سنة نعم كم سبع وربعين سبع وربعين سنة وزنك كم طيب وزنك كم كيلو وزنك وزنك سبعة وتسعين كده كده وطولك كم وطولك كام مية خمس والخمسين عند انت تضخين بقى وزنك تئيل كده مية خمس والخمسين انت وضع على كرسي متحرك ولا بتتحرك مية وخمسة وخمسة لا أنا سيلة على كده المتفلط نايم على السرير على طول طول الوقت؟ أيوة؟ نايم على السرير طول الوقت؟ آه موزينة على يعني لموغزة عندك ده أحمي بس وقت لأقول إنه حاجة بعجل بي طيب إحنا دلوقتي طلبين منك حكتين اتنين مرضى دمور العصاب ياريت تركز مع الدكتور عز الدين ياريت تركز مع الدكتور مرضى دمور العصاب بنطلب منهم حكتين حتى لا تستمر الحالة في التدهور نمرة واحد اختبار حساسية غذائية بنعمل اختبار حساسية غذائية لتلات أنواع مهمين جداً تلات أنواع فقط من الحساسية الغذائية اللي احنا عايزين نعرفهم نمرة واحد حساسية اللاكتوز نمرة اتنين حساسية الجلوتين نمرة تلاتة حساسية الجلوكوز أو حساسية الأنسولين بيسموها التلات أنواع من الحساسية دول بيحددولي البرنامج الغذائي اللي ادهو لك ويحصل تحسن فعلي لاني لقوا ان معظم مرضى ضمور العصاب بيكون عندهم مشاكل حساسية غذائية عشان كده مهمة قوي قوي ان احنا نبدأ نعمل برنامج تدليك ومساج وتمرنات بالمساعدة وناخد زيت كبد الحوت وزيت جنين القمح دول زيتين مهمين جدا 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 بالاضافة لخميرة البيرة مع تنظيم برنامج غذائي كامل يعني انت محتاج برنامج تاكل ايه بالضبط لان وزنك زاد وانت نايم اصلا فلازم نبدأ نعملك برنامج جديد خالص خالص اعملي بس اختبار الحساسية الغذائية حسيت جلوكوز او الانسولين حسيت لاكتوز حسيت جلوتين اعمل الاختبار ده واخد رقمي على الخاص وانا هقول لك ابعت لك على الواساب برنامج غذائي تعمله مع برنامج عليك طبيعي وتقويات هتلاقي تحسن ان شاء الله ممتاز جدا ونيجي نزورك في اسوان ونزور اسوان الجميلة ونتفسح فيها نخش كده يا دكتور على الاكلة اللي انا بسميها المقوي العام ايه المقوي العام للجسم انت حضرتك دمجة زبدة الارض اللي هي القلقاس ايوه تمام مع لحم الماعي حلو اوي تعبير زبدة الارض زبدة الارض تمام ايه هنعلق على كل حاجة في الوصفة دي دكتور لانها مهمة جدا احنا نارضة معانا القاس بلحم الماعي نعم متكون من قلقاس ايوه وسلق وكسبرة ايوه السلق اللي هو ده اه السلق ده السلق ده لانا سلقاية حلوة كده عشان تعرف الناس شكل السلق 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 اهو واحد من الحاجات الساحرة الرائعة ده السلق اهو عامل زي جرجير كده بس ما فيهوش الحدة بتاعت الجرجير واحد من الحاجات الجميلة جدا اعطا ايوه وده طبعا بيحتوي على الكولورو comentarios الكولوروفيل ده بيسموه دم النبات اللونه اخضر كلوروفيل لونه اخضر دم النبات بيسموه كده دم النبات ده لما احنا بنشربه بيقوي دمنا وب تحول جوا جسمنا من اللون الاخضر للون الاحمر يعني في بعض الناس بيشرب عشير الحاجات الخضرة ده دهaver عشير الجرجير وعشير السبانخ وعشير السلق وبتعمل خلطة كده منه وبتشربه كل يوم الصبح انا شفت واحد ملياردير امريكي عنده سبعة وتسعين سنة بيركب بايك وبتدرب كل يوم الصبح وبيجري وبيلعب رياضة واستغربت جدا لقيته كل يوم الصبح يعمل شوب كبير كده من عصير الحاجات الخضرة علشان فيه الكولورفيل فضل تمام كده دكتور اعلقنا على القلقاس لا ما تكلمناش على زندة القلقاس ده ما تكلمنا على السلق اه الوقلقاس ده بقى نتكلم عنه ايوا الوقلقاس ده بقى على زبدة الارض واحد من الحاجات الجميلة جدا ليه بقى اكلة كتير جدا من الناس نسيتها في مصر وفي العالم العربي مع ان الهنود بيستخدموها بيسموه اليان وطبعا عندهم انواع كتيرة جدا من انواع الوقلقاس الوقلقاس بيحتوي على عارفين الجيل الطبيعي اللي بيزايته بيه المفاصل ده زي الساينوفيا الفلود او السائل الزلالي اللي في المفاصل يعني الناس اللي بتعاني من مشاكل في المفاصل بنقول لهم مرتين في الاسبوع على الاقل واجب تقول قاس لان ده بيعمل ترميم هو والافوكادو بيعمله ترميم للركب والمفاصل والظهر والغضاريف حاجة مهمة جدا جدا وفي الهند عاملين عليه مئات الدراسات ومعظم الهند بيستخدموتهم للوقت نمرة اتنين بيخفض كل استرول تخفيض كبير جدا جدا نمرة ثلاثة بيمنع الامساك نمرة اربعة بيقوي الغشاء المخاطي الامعاء يعني يعني دكتور وحضرتك بتكلم كده ينزلونا المأدير بتاعات الوجبة بتاعتنا النهاردة انت ديتهم المأدير اديتهم المأدير وax ادرتك اديتهم الفوائد بتاع الاقلاص ياريت اللي عاوز يكتب او يدكر معنا ينزلونا كده المأدير لانتا كده تب اطورت البرنامج جدا والدكتور كده بيشرح يا ريت المأدير توفيت المآدير تنزل وفوائد الاقلاص تنزل بالمرة ياريت تمام وإحنا شغالين مع الدكتور فضل يا دكتور كامل طيب معك رامي الجيارة نهاردة وحمد توفيق اتنين من المخرجين الكبار في البرنامج نهاردة ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور طيب يبقى 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 بنتكلم عن زبدة الأرض يبقى بنتكلم عن الأس واحد من أهم الأكلات لكبار السن لأنه سريع الهضمه سريع لامتصاص جدا جدا المقادير بتاعته مكتوبة على الشاشة طبعا انت كاتب كيلو لحم ماعز وانت جاب ربع كيلو ماشي كامل بقى ماشي يا دكتور مارا جاية جيبلك خروف كامل ناخد استاذ رمضان ويرجع لحضرتك يا دكتور طب قول المقادير طب استاذ رمضان أهل المسهلا بحضرتك المقادير موجودة على الشاشة يا دكتور تهي حلوات اللي كتبانها داخلوا على الخطوة اللي بعدين مع حضرتك اتفضل ايوة ازاي حضرتك وشكر افضلكم المجهود والدكتور راجل محترم ربنا يبراك يا حضرتك طرح حاجات جميلة وبالفدنة ويمكن في الظروف الغلو السعار الدكاترة والدوة توصفات يعني رائعة انا اجد مشكلة بس بسيطة ممكن اتراحل الدكتور اتفضل اتفضل مع حضرتك الدكتور اهلان وسهلا ازاي حضرتك مع حضرتك رمضان عبدالله مسكندرية يا اهلا وسهلا وسهلا السيد رمضان اتفضل اهلا مع حضرتك اهلا مع حضرتك انا عندي مشكلة ده اني اه بتلتحف بشكل غير حاجي جبت اه حاجات كتير وروحت لدكاترة بتعمل زي ايش دهانت زيت زتون جبت حاجات مضادة للحضرتية مفيش اي فايدة بتعمل ايش دكتور وطبعه بيضة كده باشيلها وطبعا فروت راسي برضو فيها اشور في الشتة تكتر بشكل كتير قوي فادي عمنا للمشكلة وفي زي حكة بسيطة فانا مش عارف يعني اعمل ايه بالزبط او استخدم وصفة ايه بالزبط يعني بتاخد انت اه اه سمحت بتاخد زيت كبه اه صدر يا بي ماشي فضل ماشي اسمعنا من التلفزيون ماشي حاضر يا سيد رمضان طب ناخد صحر قبل ما تجيب يا دكتور ماشي والستاذة الصحر اهل وسهلا بحضرتك اهل بيك السلام عليكم عليكم السلام علي بركاته ممكن يكلم الدكتور الدكتور مع حضرتك ازيك يا دكتور عادس اهلان وسهلا بقول لحضرتك مش عارف يوعى خلص واته وصفة لي حاضر نقول لك وصفة سريعة ربنا كرمك ماشي حاضر وصفة للشعر اي سؤال تانية استاذة صحر شكرا لحضرتك وعندنا وصفتين كده يا دكتور اي وصفة للشعر وتقريبا والالتهابات اه بنقول اسم من اسكندرية رمضان استاذ رمضان استاذ رمضان من اسكندرية المفروض اقول لك الوصفة في رمضان يعني لكن انا بنقولها دلوقتي اه استخدام الصابون كتير في غسيل الوش واحد من الحاجات اللي ممكن يسببلك القشرة اللي بتحصل في وشك وفرر وتواصل يعني انا بنصحك نمرة واحد استخدام الصابون او الشامبو مرة واحدة في الاسم واحدة وبعد ما نستخدمه هنديلك بقى وصفة بسيطة تجربها الايام اللي جاية دي هنجيب زيت الججوبة زيت الججوبة مع فازلين نخلط زيت الججوبة مع الفازلين ونمسحهم في ادينا ونمسح بهم وشنا ونمسح بهم فروط راسنا وبعد اي دوش او حمام او مية تيجي على وشك لازم تكون مخلط زيت الججوبة مع الفازلين يكون عندك في الحمام على طول بعد اي دوش او اي حمام لان هتلاقي ايديك برضو فيها نفس الحكاية ظهر ايدك بالزات وفي وشك وفي راسك فلازم نعمل الحكاية دي بعد اي كل دوش او كل غسيل للراس او غسيل للوجه وخصوصا اذا استخدمنا الصابون جرب الوصفة دي والاسبوع الجاي قول لي ايه بس اعملها مرتين ثلاثة في اليوم لانك انت من اصحاب البشرة الدهنية واللي بتعمل قشر ومتحكش فيها كتير متحطش فيدك لف فروط راسك ولا على دقنك هنجرب ده وكلمنا الاسبوع الجاي اما الوصفة بتاعت الشعر هنديها برضو وصفة بسيطة وسهلة وتدي نتاج سريعة جدا في زيادة نمو الشعر هنرسل الاول ننضب فروط الراس بمغلي البقدونس ومعلقة سيبيرتو ومعلقة خل بنخلطهم مع بعض دول ونشتف بهم فروط الراس كويس ودول بيثبتوا جذور الشعر تثبيت رائع لان الخل ليه تأثير قابض والسيبيرتو ليه تأثير مطهر لو فيه بكتيريا او ميكروبات عايشة فروط الراس بتقضي عليها وبتثبت المسام بتاع الشعر بعد ما بنشفط في الشعر بالحكاية دي بنجيب زيت جوز الهند مع زيت الججوبة وزيت الارجان ثلاث انواع من الزيوت دول مهمين جدا 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 لمنع تساقط الشعر بنعمل بيهم حمام مرتين في الاسبوع على الاقل وحط فوتة سخنة لمدة عشرين ديئة على الاقل وما نفكش الفوتة في جو بارد لازم تتفاك نفك الفوتة وتكون كل شي بيك مقفول ايه يا شفراء نكمل وصفتنا الدكتور الحارضة عشان احنا لسه معانا حلو ما تكلمناش عنه انت يا أحمد ومتعولو ده حاجة تانية طبعا ماشا اكلمنا عن القلقاس بياخد الكتبارة بس هو حكايت ربع كيلو اللحمة وكاتب لكيلو اللحمة عفل بتاع ده ده يعني بشراحة بزعال الناس اللي في استاديو كله على فكرة هو الدكتور بيضحك يا جماعة حسن تقولو ان احنا جايبين ربع كيلو بس لا احنا جايبين كتير لحمة فعلا عشان القصد كبير والعبد كبير مخبيها اه بس طبعا ايه الدكتور بيحب يضحك يعني لكن اللحمة كتيرة ولله الحمد كيلو يبقى كيلو ماشا 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 فيه جهزار عندنا يقولك كيلو كيلو عندنا يعني برضو ناخد فايدة عن الكسبرة الخضرة يا دكتور اه طبعا ناخد فايدة سريعة عن الكسبرة الخضرة الكسبرة الخضرة دي واحدة برضو من الحاجات المهمة جدا جدا للناس اللي بتشتكي بالمشاكل في الكلة هي والبقدونس اخين متلازمين بننصح بالكسبرة الخضرة للناس اللي بشرتهم جافة يعني لما يمسك الجلد كده يلاقي الجلد بتاعه فيه جفاف الزيت بتاع الكسبرة الخضرة واحد من الزيوت اللي اصلا لها تقصير رائع في تخفيضه الكوليسترول في الدم وفي نفس الوقت مدرة لنبول بشكل رائع جدا وبتخفض السكر يعني مريض السكر لو ادينا له الكسبرة معلقة كسبرة مطحونة سفاها كل يوم الصبح هتخفض له السكر ولو كان الكسبرة نفسها حزمة كسبرة كده في البدا حطها في السلطة وكلها مع بصلة ومعلاقة زيت زيتون وشوية فالسنتم هيخفض له السكر فورا في الدم فالكسبرة الخضرة دي واحدة من الحاجات السحرة والرائعة والعجيبة قبل ما نروح نشوف الكرات الاخضر يا دكتور اه تمام ناخد سمر من المنصورة اهل ما سهل يا سمر عليكم السلامة ومراكاية تتفضلي ازاي حضرتك ربنا يبارك في حضرتك تتفضلي الله يخليك ممكن هتكلم الدكتور الدكتور عادل مع حضرتك تتفضلي الله يخليك ازاي حضرتك ازاي حضرتك يا اهلا وسهلا هي دايما حصة فيه وش مش عارفة تقعد ساكسة تمام حصة فيه زن على طول وتقعد تسرخ بالتعبر لخدمك عايزة بس حاجة اللي هي تروع تمام الحاجة التانية انا شعري كان سايح يعني ان شعري هو ناعن وسايح بس بالفترة بيمتز بكمية رهيبة وعاد مجاعد وكان الاول سايح وطويل الوقت عاد مجاعد اي عايزة اوصل عادل ابن حضرتك طيب الوش ده طاب قبل ما نجاوب يا دكتور بعدنا و Iya في الودن ولا فين بالظبط حالو في الودن اه في الودن في الودن اه متأكد ماشى ام خالد اهلا وسهلا بحضرتك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عايزكم اكلم الدكتور عادل لله بارك لكم الدكتور عادل مع حضرتك اتصدى لي طيبos سلامه عليكم عليكم السلام يج Scholars يا اهلا وسهلا الله يبارك لك يا ابني رجلية ما بقدرش أدوس عليها خالص والتنا متقدمة وعايزين تغيير مفصل وانا عندي سبعين سنة ووزني تقيل وعند السكر والضغط والقلب طيب وزني كم كيلو ما أنا بعمل على قد ما أقدر قول له أعمل إيه عشان وزني طيب انت وزني كم كيلو درقتي وزني كم كيلو وزني حضرتك كم كيلو الدكتور بيسألك نعم مية وخمسة مية وخمسة طول كم طول حضرتك الطول طول مية وخمسين طيب طول مية وخمسين انت متابعة قناة صحة انت متابعة قناة صحة والجمال مش كده الدكتور بيسأل حضرتك انت متابعة قناة الصحة والجمال حاضر حاضر يا أمي نعم بتقولك لفيت على طوب الارض وبقدرش اخدم نفسي. لا مجرد ما تخفض وزنها تشتقى ترجع تاني زي. خليك متابعانا من التلفزيون يا امي والدكتور عادل هجاوب حضرتك وبيقولك مجرد ما تخفي الوزن شوية ان شاء الله ايه هتتحرك وتبقى زي الفل. ربنا يبرك في حضرتك. نكمل يا دكتور. اهم حاجة بالنسبة اه نكمل نقول ايه بقى. احنا كنا واقفين عندي. انت المفروض تمسك ورا وقلم. انا انا مجاهز. اه? انت طباخ شاطر ومزيع لسه مش شاطر يعني. ربنا يبرك في حضرتك. احنا كنا بنتكلم عن الكرات. طيب. تمام? اه. قدنا عنده كرات. فايدة سريعة عن الكرات. لا اقول بالنسبة لاختي الاخيرة اللي سألت اه. ام خالد? ام فايدة الوزنة بالنسبة لكبار السنة برنامج بسيط جدا. بس قبل ما نبدأ عشان فيه الام في الرجلين. واكيد بيكون نسبة الاملاح بتبقى عالية شوية. لازم نعمل حاجة اسمها برنامج التنظيف الداخلي. برنامج التنظيف الداخلي ده برنامج بنعمله لتنظيف القلون. بينبه في البطن وبيترد كل الفضلات والسمون. ده البرنامج الاولاني. والبرنامج ده بياخد من تلاتة لسبعة ايام. تلاتة الى سبع ايام. البرنامج التاني بنعمل برنامج لتنظيف الكلة علشان نخلي الاملاح ما تترسبش في القدمين. يبقى برنامج تنظيف الكلة. ده البرنامج التاني. البرامج دي مهمة جدا قبل ما نبدأ نشتغل معاك تخصيص. البرامج دي طبعا هتحتاج كل البرنامج يحتاج حلقة لوحدة. ان شاء الله نحاول هنزل المهم لك في الحلقات اللي جاية. ولكن دلوقتي احنا بنقولك. حاولي من النهاردة نبدأ نبدل مشكلتنا كلنا اللي بترفع وزننا كتير منتجات القمح الخبز العيش. عاوزك من النهاردة تبطل العيش والجبنة ونبدأ قبل كل وجبة ناخد كبايتين مغلي بقدونس. كبايتين مغلي البقدونس. وده هيبدأ يخسل لنا في الكلا باستمرار قبل الفترة بالغداء قبل العاشر. وهنبدأ ناخد سنماكي وكراوي وانسون بنسب متساوية. وده يخلي البطن تمشي باستمرار. وهيكلي حجم البطن يبدأ يخس. وهنربط حزام على البطن. على البطن. من الصبح لحد قبل النوم. نفك وقته بنلعب رياضة. ووقت ما احنا بننام. بس. هنعمل ده لحد الاسبوع الجاي. بعدين هنعملك برنامج للتنظيف الداخلي. ده بينزل من البطن بس تلاتة سنتي. اما بالنسبة للاخت اللي عندها من منصورة دي. بلديات دي. اه. اللي عندها وشي في الودي. من اقدم الوصفات اللي استخدموها قدماء المصريين واستخدموها الناس في بر الشام. الزيت الزيتون الدافي. زيت الزيتون الدافي. اه بيجيبوا ده يحطوه شوية زيت زيتون يحطوهم في حمام مياه سخنة. وينقاطوا ثلاث نقط في كل ودن من الودان. وده بيمنع جفاء في طابلة الأزن. وبيخلي المطرقة والسندان والركابة للتلاتة اللي عاملين بيخبطوا في بعض في طابلة الأزن دول. يبدأوا يخفوا. ممكن نستخدم اي نقط موجودة انتي انفليماتري او مضاد للالتهاب بتاعة الأزن. بين المرة يعني نستخدم زيت زيتون مرة الصبح مرة بالليل. وبنسيهم ثلاثة الخمس ده في الودن وبعدين نفضيق. والدهر والعصر نستخدم انتي انفليماتري اي نقط للأزن في من الصيدلية. وبنجيب فصلتهم نقطعه ونحطه على فواهة الأزن شوية لمدة تلات دقايق في اليمين وفي الشمال مرتين في اليوم. البخار بتاع التوم ده واحد من اللي بيعقم وبيزود دورة دموية في المنطقة دي. وبالتالي بيمنع جفاف الأزن اللي بيخلي المطرقة والسندان والركاب اللي هم موجودين بيسمعونا الصدل. يبدأ الوش ده يبدأ يختفي بالتدريج. ناخد المؤانس يا دكتور ونرجع تاني. اهلا وسهلا بحضرتك. ايوة سلام عليكم. عليكم السلام وراح تلاهو بركاته. آآ بشكر حضرتك على البرانج الجميل ده وبشكر ادارة القناة على استضافتها للدكتور آآ. ربني ادارك في حضرتك. الله يبارك فيك تسلام. آآ قد تعالي استشير الدكتور آآ ان انا وزني يعني سن اتنين وتلاتين سنة ووزني بقى دلوقتي مية واحد وثلاتين كيلو. مية واحد وثلاتين كيلو. آآ. وزن حضرتك كم؟ مين وثلاتين? وزن اه من ثلاث سنين فترة. مية واحد وثلاتين. انت عمري كم سنة? اتنين سبع سنين ونص وزنك زايد بعد الولد التاني ولا من الاول هو وزنك زايد لا سنتين ونص حضرتك وزني انا كان زايد قبل الحمل ده كان وزني 95 بس كنت حمل في ثلاث توائم فبطني كان كبير خالص طبعا انت عملت حالي مجهري لا لا كان طبيعي بعدها وزني زايد خالص في البيت وما بخرجش اصلا من البيت يعني فين وفين لما بخرج ودلوقتي بسيط لقيت نفسي ان انا ما بعرفش يعني او بمهام بيتي وكده والكلام بيطلع لك شعر في دانك؟ بيطلع شعر في الدان؟ مش كتير لا طيب كمل فضالي بس فمش عارف اعمل ايه يعني انا من ثلاث ايام كده من اسبوع كده حاولت ان انا ايه قدي نفسي اخد ثلاث ايام كده فاكها ثلاث ايام مثلا ان اه صلطة وعصائر والكلام ده لقيت نفسي مش قادرة اه بيكون شاهيتي مفتوحة جدا فانا مش عارف عمل فيها ايه يعني لو في مشروب كده يعني يسادي معيش هي يساعدني شوية اه او اي حاجة يعني او اي مشروب او كده يعني ساعدني عزيز ايه؟ انت بتفتري تفتري الصبح هو انا للأسف يمكن هي تلعب السيئة ان انا بقوم بعد الساعة 11 بفتر وفتاري يعني بيبقى جبنة وشاي بحليب وكده يعني ايوه والعشا والعشا والهبت بقى على حسب حضرتك يا دكتور يعني يعني في العادة بيكون ايه بالظبط يعني في العادة يعني ممكن ده كل معاملين محشي دلوقتي الساعة بقى ده ممكن ده كل محشي كده يعني المحشي بيرفعش الوزن المحشي بريء من رفع الوزن اه انا اسمحتي حضرتك قبل كده بتقول اه ان المحشي بستفتكت من المحشي اه اه كل يوم بتاكل محشي؟ لا مش كل يوم طبعا لا مش كل يوم بس انا ممكن في الواجبة يعني على مدار اليوم اكل سترغي في عيش الله ينور عليكي الله ينور عليكي احنا بنستخدم العيش في مرامج التسمين يعني لما تجلنا بنت رفيعة قوي رفيعة خالص بعمل لها فتة اجيبي العيش ونعمله فتة ونقول لها هتاكل فتة من الفطار وفي الغداء وفي العشاء اي حد عاوزين نرفع وزنه بنديله عيش اه 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 اتفقنا يعني رغيف واحد رغيف واحد يساوي طبق محشي قد كده طب هو انا ممكن استبدل العيش برزة او المكارونة يبقى كده العكس صحيح اللي عاوز يعمل رجيم يكتنب العيش طبعا 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 بص هات رغيف عيش وحطه في المية تمام ماشي لا هات توست رجيم توست براون توست توست رجيم وحطه في المية وهات بطاطساية وحطها في المية نهون ينفش اكتر التوست طبعا يبقى التوست يرفع الوزن قدر بحبات بطاطس طب ياك حضرتك احاول المية ما ابد العيش بالرز العيش بالرز الرز تعمل الرز بس بنعمل رز وضايت ازاي بقى بنحق احنا بنغلي المية وبنسقط فيها الرز صح؟ هنروح مجهزين مية مغلية تاني ونروح مصفين المية اللي فيها النشا دي ونحط المية مغلية تاني بقى الرز بتاعنا ضايت طيب عاوزين نخس ناكل رز قلنا قبل كده ميت مرة قلنا السنين بفتروا الرز ويدغدوا رز ويتعاشوا رز وزنهم ما بيزيتش لان الرز حبة مليانة فيتامينات ومعادن وبروتين وكل العناصر فيها اما الخبز فيه نشا بس العيش فيه نشا بس فبنقول الرز لو انا من عشاق الرز لازم اعمل الرز بالخلطة الخلطة بتاعت المحشي واحدة من اللي بتخلي الرز يبقى ما بيرفعش الوزن لو جبنا زي المرة اللي فاتت قلوب الكوسة وحطيناها مع محش مع شوات رز وحشينا بقى الرز وحشينا بقى المحشي بتاعت الكوسة دي ونكتر الخضار البقدونس وكزبار ونكتر الخضار وكزبار ونضيف شوية قرفة وقرنفل في الخلطة بتاعت المحشي هيبدأ الوزن يا الخفض المخفضات كبيرة كده طبعا احنا وقتنا مروا بسرعة جدا دوتورتة طيب اللي انت عملتها وحيزك في دقيقة او دقيقة ونص يا دكتور تعلق لنا على حلو النهاردة وبعد كده هنكمل طبعا احنا الدكتور عادل عبدالعال ان شاء الله مشرفنا كل ثلاث لا مش كل ثلاث لا انا بقعد منه انا بقعد منه موعد على الهوى هو كل ثلاث ان شاء الله عادل عبدالعال ربنا ببركة الحلو النهاردة يا دكتور في دقيقة كده عبارة عن حلو مهلبية بنشا الرز ايوه تمام فيها نشا رز وفيها بطاطا ايوه فيها ارعسل ايوه فيها طمر ايوه فيها سامنة بلدي ايوه جوز هند عسل الله عليك دي بقى ايه هي دي العشاشة عوزة حلقة الوحدة لان احنا بنأمل ان كل الناس تتعلم تعمل حلويات ما ترفعش الوزن ولا ترفع الكولسترول ولا ترفع تريجلس رايد ولا ترفع السكر تمام يعني التورتة دي العجينة الاساسية فيها تحين الرز تحين الرز اه تمام وفيها ايه تاني قلنا فيها ارعسل القرع العسل القرع العسل واحد من الحاجات اللي بتخلي البشرة فيها نضارة وحياة باستمرار وفيها طمر وفيها طمر وده بيدينا طاقة جدا 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 وسريع الهضم وسريع الامصص وسريع الحرق فيها بطاطا صفرة فيها بطاطا صفرة وده واحدة من الحاجات المزيرة للاكتئاب وايضا مضادة للسرطان وفيها موز والمز ده غذاء السلاطين وغذاء العقول يعني نقدر نديها لأي طفلة عندنا ورضما ان معدلات زكاء ترتفع جدا نقدر نديها لكبار السن جزء الهند ده غذاء رئيسي للمخ يعني الناس اللي عندها زهايمر تاكل واجبة دي العسل العسل طبعا ده يعني فيه شفاء للناس العسل طبعا احنا بنعتبره ملك ملوك التحلية ملك ملوك التحلية ايوه نعرف يا دكتور اخر حاجة اخده منك نعرف ازاي العسل ده اصلي ومش من اصلي ايوه ودي اخر حاجة ونختن به حالو جدا فيه كذا اختبار سريع جدا للعسل الاختبار الاولاني بنجيب ورقة كلينكس نحطها ونصب عليه العسل اذا لقينا عمل ابيض عمل دايرة زي المية كده يبقى ده عسل مخشوش يبقى نحط نقطة عسل على منديل ورق لو عرق وعمل مية يبقى مخشوش النقطة التانية بنيجي نحط العسل على شوية رمل شوية رمل شوية رمل هتلاقي عمل زي الزبق وتلم كل عمل كرة طيب انا بشكر حضرتك يا دكتور التالتة بقى ناخد العسل نحطه في المعلقة ونولع تحته اذا الدخان اللي طلع منه اسود يبقى ده سكر عسل سكر ماشي ما هواش عسل طلع شو منه دخان طلع دخان ابيض يبقى ده عسل طبيعا طيب انا قبل مختم حلقتي بشكر الدكتور عادل على تشريف ولينا في برنامج ساعة شهية بقول لك متشكرين جدا يا دكتور ان شاء الله تشرفنا في حلقات تانية بإذن الله بس ما عرفناش اسم الشيف إبراهيم طبعا المساعد بتاعي الخاص معنا بالبرنامج مبتسم بقى كده للناس وعمل حركة كده عشان ماشي مالفيوم برضو مالفيوم لا مش مالفيوم مجيزة مقاب قويس ده نشكر الدكتور عادل مرة تانية ومش هاختم عشان المخرك بقول لي يلا يلا وقتك عادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مطبخ ما هنتعلم أكلات صحية مفيدة مفيدة معانكم خطوى بخطوة بطريقة بسيطة جديدة له مطبخ ما هنتعلم هكالات صحية مفيدة مفيدة مهن خطوى بخطوة بطريقة بسيطة جديدة كديدة في مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة مفيدة معكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة كديدة نعموا عن يوم معاكم في المطبخ نستناكم نتعلم أكلة جديدة وطرق الدموية